السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منامات يراها الإنسان يدل على أنه مصاب بالعين ما هي هذه المنامات؟ رؤية العين سواء كانت عين إنسان أو عين حيوان أو صورة عين أيضا وكذلك رؤية الموت والقبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر تكرار رؤية الوزق لأن عندما ننظر إلى وزق ننظر إلى العين أشخاص أو حيوانات ينظرون إليك نظرات حقد وغير طبيعية البالوعة والحفرة وأحيانا البئر لأن إخوة يوسف عليه السلام ألقوه في البئر حسدا قراءة الرقية بصعوبة في المنام أو قراءة صورة الفلق بصعوبة أيضا النار والإحراق واشتعال الحطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رؤية الجن والشياطين قال ابن القيم رحمه الله والعين عينان عين إنسية وعين جنية فقد صح عن أم سلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة يعني السفعة أي نظرة من الجن أيضا رؤية السقوط من الأعلى للأسفل رؤية الأشخاص الذين اشتهروا بالحسد والحقد بين الناس في الواقع النظر إلى المرآة وانكسار المرآة يدل على أن الشخص مصابي عين رؤية الحديد فهو من رموز العين أيضا فبصرك اليوم حديد فبصرك والمقصود هو ضرب المريض بالحديد يعني إذا رأى أن أحد يضرب بالحديد فهذا مصاب بالعين هذه هي المنامات بارك الله فيك اشتركوا في القناة